موسيقى مصر خير محمرش عين التيني رحلة دامت سبعة أشهر ذهابا من دون إياب طبلتجت فيها العلاقة وتبرغتت إلى أن تفرزلت وأمسك نائب رئيس مجلس النواب إليل فرزلي بيد رئيس التيار القوي جبران باسيل وأسرى به نحو لقاء صلح مع الرئيس نبيه بري ويحكى أن الاجتماع بين الجبهتين وعلى مدى ساعة وربع الساعة لم يأتي على ذكر الماضي ومآسي ألفاظه وظل بلا عتاب ولم يتدرج الاجتماع إلى تصنيف المقبول أو الجيد أو الجيد جدا لا بل وصفته مصادر عين التيني دفعة واحدة بالممتاز أما ملفاته فكانت من هنا حكوميا إلى إيران فسوريا وجالت على تخوم المنطقة وصولا إلى عمق مياه بحر النفط والغاز ومآرب إسرائيل ووعظ باسيل بعد اللقاء في فن المعايشة التي هي أبعد من التعايش متحدثا عن لقاء خير للبلد حمل وزير المال علي حسن خليل سر الاجتماع إلى الرئيس سعد الحريري الذي لم تتح له فرصة لقاء رئيس التيار القوي لا بل إن فكره كان يقلب في الطرح الذي نزل عليه رئاسيا حيال حكومة الأكثرية وهو قال بعد اجتماع كتلة المستقبل إنه يرفض حكومة الأكثرية وإنه رئيس جاء بـ 112 صوتا ينجز حكومة وفاق وطني وأبلغ الحريري كتلته والصحافيين استحالة زيارته لسوريا حتى ولو انقلبت كل المعادلة في المنطقة وهذا النفي أعقب كلاما منسوبا إلى زوار رئيس الجمهورية نقله موقع الانتشار يقول فيه عون إن الواقع اللبناني والمصلحة الوطنية لابد أن يبدلا في رأي الرئيس الحريري إذ بماذا سيجيب على سبيل المثال ألف التجار والمزارعين الذين يودون شحن بضائعهم عبر معبر نصيب السوري الذي يستلزم التباحث بشأنه مع دمشق وإذا كان رئيس الجمهورية توقع تغييرا في رأي الحريري فإن الوزير السابق بأموهاب رد على الرئيس المكلف بتغريدة حادة تضرب على جرح الاحتجاز قائلا يا دولة الرئيس الحريري اللي بيروح على سوريا بيروحه بيرجع مرفوع الرأس وما بيحتجزوه وعجله بالمثل الخليجي الشام شامك لو الدهر ضامك يا ريتك بتحفظه والتغريدات اتخذت شكل المحاسبة على محور الاشتراكي التيار اذ تقمص الزعيم وليد جملاط دور حيدر العبادي في العراق وتراء له تنفيذ العقوبة في بيروت بعد إقالة وزير الطاقة العراقي الذي أهدر 40 مليار دولار أحب زعيم الجبل تطبيق التجربة على سيزار أبي خليل ومعلمه كما قال وذلك لحل عقدة الوزارة والكهرباء معا فرد وزير الطاقة بعبارات تتهم جملاط بقلة الشئمة تحت هذا الوابل من المواجهات فإن البلد لا يقوم به أي نوع من أنواع الحكومات وبالكاد طليق به حكومة المحرقة واعتبار كل ما تقدم من مسؤولين وقيادات في تصنيف العوادم فبعد أن فرض المسؤولون على المواطنين واقع العيش مع النفايات تدخل البلاد في سياسة المحارق هذا الخطر القاتل الذي تدافع لإبعاده نائبة واحدة هي بولا يعوبيان